كانت متواجدة صباحا اليوم وتحديدا في الساعة التاسعة في مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر الى الامارات العربية المتحدة واخد معسكر تدريب لمدة اسبوع فرصة لرينيف فيلر للتقرب اكتر من اللاعبين وفرصة كمان لتجربة بعض الجمل الفنية باريحية وعدم ضهود فترة ايقاف الدوري يمكن فترة للأسف طويلة شوية او زادت مدتها نتيجة تأجيل اخر مرحلتين في الاسبوع الرابع والخامس لما بعد الامم الافريقية تحت 23 سنة فبالتالي بعد ما كان الايقاف الدوري حوالي 27-28 يوم زادت المدة الى حوالي 40 يوم طبعا النادي الاهلي كان بادئ المصابقة ببداية مختلفة عن كل الاندية رغم ان حتى الجهاز الفني ما كانش عندهم صحة وقته نقدر يشتغل مع الفريق قبل بداية المصابقة او حتى قبل بداية البطولة الافريقية لكن نسبة النجاح في المرحلة الاولى 100% العلامة الكاملة سواء في المباراة المحلية او حتى البطولة الافريقية والبدء حتى البطولة او بدء المسن ببطولة كأس السوبر المصري بلفوز على نادي الزمالي